هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسم بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار أسبوع جديد مع هيدا البودكاست ياللي بتنترو من أسبوع لأسبوع أنا أكده وما فيكن تعيشوا بلي بونسوار يا هايسم هالو طب ألف هالو مرحبا تحية لأليك لجمالك تفيل سو جود عفكرة أنه تكون يعني أنت تكون on the other side يعني تفيل سو جود لأول مرة أنه أنا اللي بعرف موضوع حلقة هيدا الأسبوع وأنت ما بتعرفي يعني إجارة العادة على مدها سنتين أو ثلاثة يكون العكس يعني ولا مرة أنت اللي ما بتعرفي قد أكون متفاجأة قد أكون متحمسة لحلقة اليوم اللي عن جد ما بعرف عنها شي بدي بس أبعد تحية كبيرة لكل مستمعين أول شي بونسوار عن جد ما تنسوا تعملونا follow على صفحتنا على انستغرام لأنه عن جد هناك حاجة تانية صح في البودكاست إنما على انستغرام ومتابعينا هناك يعني حاجة تانية العلاقة نحكيكم تحكونا so feel free إنو تعملونا لايك على هيدا الصفحة وتحكونا ونحكيكم وتحية كبيرة أكيد لكاراكي اللي فرجينا بالتفاصيل كيف بيسمع الحلقة وشو بيكون عم بيعمل لما يسمع الحلقة تحية كبيرة لكاراكي هيسم إلك يلا استلم تحية لكاراكي ولكل الناس يلي بيسمعونا على أول شي بونسوار طيب رح أستلم أنا حلقة اليوم غنوة ما عندها أدنى فكرة شو محضرين اليوم بالحلقة بس أنا ولا شي قايز بس أنا بالأسبوع الماضي أخدت قرار أخدت قرار مصيري بحياتي هيك رح أخبركن إياها بشكل سريع إنو أنا اليوم صار عمري 30 سنة فيت على الوحدة و30 من الشهر اللي جاي كفى إنو يكون في عندي حيالة حدا بحياتي كفى إنو يكون في عندي ناس ما بعرف إذا يستحقون أصلا إنو يكونوا بحياتي لهيك حضرت شي حلقة يعني اليوم عبالي إنو شوف غنوة إذا رح تنجح فيها أو تفشل من بعد هذه الحلقة رح بيكون مباشرة على الهواء وقدامكم عم نشوف إذا غنوة مؤهلة ومسهلة إنها تكون صديقة بشكل عام أو لا جاهزي غنوة لا تخضعي لاختبار بحدد إذا أنت إنساني تليقي بإنك تكوني بحياتي أو لا أكيد أنا راضي وجاهزي بس عندي بس سؤال صغير قبل ما تبلش لعبتك اللي هي بتقول إنو مين قال إنو بكل شي إنت رح تطرحه علي رح فعلا إثبت إذا أنا فعلا صديقة أو لا 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 هلأ رح خلال الحلقة أو اللعبة رح تفهمي أكتر شو أصدي أنا مقصم حلقتنا اليوم لكذا فقرة كل فقرة بتدلني قد أنت ضليعة أو قوية بجانب معين من الحياة فأنا عبالي أني أعمل هيدا الاختبار لأصحابي وبدعيكم أصدقائنا بأول شي بمصور تشوفوا أصحابكم إذا بنيقوا أنه يكونوا أصدقاء إينوف مثل أنا عم بعمل لغنوة علامتك بنهاية أنا راضي علامتك بنهاية هذه الحلقة رح بتكون على أربعين رح منشوف قدي قدرة جمعي من أربعين نقطة إذا بتجيبي واحدة وعشرين بيقلك ألف مبروك نجحتي وإذا بتجيبي تحت العشرين بتكوني خارج حياتي من هاللحظة لحظة واحدة اثنين ثلاثة أربع خمسة عنا بهذه الحلقة ست فقرات بدي أقلك أسميهم وأنت بديك تنقي منهم لحتى نبلش يعني بس كلمة التلاتبية مش أكتر عنا فقرة دومتك ترى دوم دوم فقرات غبى على سخافي كمان فقرات قل لي من تعاشر فقرات علمني حبك سيدتي فقرات لو بتحب حقيقي صحيح وفقرات مين ما يخدي بأي فقرة بتحب نبلش أوكي مع أنهم كلهم هيك جذبوني أنا ما رح اختار نبلش لو بتحب حقيقي لو بتحب حقيقي صحيح لو بتحب حقيقي صحيح بلشت بالفقرة اللي كنت بحب أنها تكون آخر فقرة بس مش مشكل صفا صفا أوكي بدك بدك نغيير لا لا خلاص رح أمشي وراء إحساسك وحدسك فقرات لو بتحب حقيقي صحيح نعم مكونة من خمس أسئلة لأسئلة كلها عني شخصيا لشوف قدية بتعرفيني إلي فلو بتحب حقيقي صحيح هايسم رح تعرف على هالأسئلة أوكي؟ أوكي يال السؤال الأول هوايتي المفضلة هي السباحة أو الصيد؟ بطبيعة الحال بحياتي معرفة أنك بتتسيّد فبالتالي لسباحة ألف مبروك فشلت من أول سؤال لأنه أنا بخاف كمان من المي لا هاي ولا هاي الجواب هو لا هاي ولا هاي هاي كان لازم تقولي سوري بس لا 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 ما عطيتني لا 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 لحظة بدي خبرك بدي خبرك لا الأسئلة فيها تركات يعني لازم تقولي بتعرفيني خيارتني بين الاثنين إني خيارتكي فاختاري مفروض تقولي مثل ما قالت ولا مرة بشوفك بتتصيّد ولا مرة بشوفك بتحب تتسبح معقول تقولي هوايتي السباح ما كان بقيلي غير شويس واحد فإنه لازم تعطيني التشويس التالت طبع هي لهاي ولا هاي شويس عقيقي عم بمزح لا سفر السؤال الثاني شو نوع ولون السيارة اللي بقودة فإذن شو نوع ولون السيارة اللي بقودة حبيبي أنت بس سؤال هلا أنت يعني الأسئلة اللي بيجع بيلك بتعطيني خيارات لقلة وبيكونوا الخيارات أصلا مش مزبوطين وساعة بتعطيني سؤال بلا خيارات ما حتيت بس روز اللعبة تبعك إشهدي يا أمة يا عربية إشهدي خود رمادة إشهدي يا تاريخ أوكي ونوعه سودا نوع تويوتا لا بدك تقرر شو لكين تويوتا يا تويوتا تويوتا شو لونة ولك تويوتا يارس أوكي لونة مكسل تبعي هاتشباك ولونة سودا برافو غنوة الفقرة الأولى بتربحي أول نقطة فيها السؤال الثالث أعطيني اسم وفيها لنبا معلقة بالمراية أوه لا بتعرف تفاصيل صراحة برافو غنوة عن جاد I'm proud of you أوكي أعطيني اسم ثلاث مسلسلات شراكة فيون الزوجة الأولى أوكي هذا اللي هلأ طلع بغمضة عين مين بغمضة عين مين بغمضة عين شو اسمه إذا المسلسلة بعمريدتا لتلعب رمضان أعط ما بدي أليك أول حرفين عايب خلصيني غنوة خلصة الحلقة يا هيسا مساعدني طيب ما أنا عرفته للمسلسل عرفتي أنه مع مريدتا ما عرفتي اسمه اللعبة اسمه أوكي عرفتي الزوجة الأولى صح أعطيني أصلا واحد ثالث شو ما ما بتعرفي غير هولتنان أوكي بلا بلا أنت كنت ممثل كمان بمسلسل شو اسمه هيدا طبع باسل مش طبع باسل خيار طبع عبد فهد برافو كنت فيه حتى كنت بشي فيه باسل خيار ايه صح يعني يا الكاتب وطبع عبد فهد اللي بيكون هو بتقله أنه عنده مرض برافو حافظة المشهد بس مش حافظة اسم المسلسل مش مشكلة قلتي الكاتب لباس الخيار عشرة عمر طبع رمضان يا حمارة يا حيواني فتتي على سوري بعتذر عساب فتتي على الانترنت ما عندي شي وتليفوني التليفوني منو حد أول شي ما عاشت كاسبي غنوة شفتك عم تطلعي لتحت وقلتي عشرة عمر يا عمي شوف 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 يا حبيبي ما في تليفون اوكي ما شفت شي بس مش مشكلة برافو كمان قلتي عشرة عمر الزوجة الأولى والكاتب مضبوط السؤال الرابع تاريخ ميلادي هو أعطيني خيارات حبيبي لكن يعني حلمتك وناسي يعني أنه مذكر عيدك 15 تموز 92 17 تموز 93 16 تموز 92 أو 4 تموز 92 اللي أكيد أنه 92 هلأ بيبقى أنه بس أعرف إذا 13 أو 15 أسرع أنا بقول 13 كتير حلوة وبرافو غنوة خلص 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 وقتك برافو غلط 15 تموز اشهد يا تاريخ أديش بتعرف نرفي حياتك إن بدي أقول 15 أقول ب13 عيد بي وما أنك بنفس عيد بي أنا كنت رح عامل اللي خلي لك بيك على عيد الأب ويخلي كل بيات العالم يا رب شكرا حياتي وقالله يرحم بيك الله يخليك تسلمي من عزيكي بغالب سمي ثلاثة من أصحاب المقربين ثلاثة أسامة أوكي رازان علاء وهيدي هيدي 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 من بيتة من بيتة شو اسمه محمود شو اسمه أوكي اسمه بس زهرة برافو زهرة أوكي بتربحي لكن صار عندك ثلاثة من خمسة ويلافو زهرة عم بتسئل أكيد ويلافو زهرة أتخيالي ما تحبيك عندك ثلاثة من خمسة بفقرة لو بتحبي حقيقي صحيح جود أوكي الفقرة الثانية طب جود عم تأيضون كله مكتوب تفضلي أوكي بدي تبع قازم الساهر علمني حبك سيدتي أوكي فقرة علمني حبك سيدتي هي فقرة قواعد رح اسألك شوية أسئلة عن الجموع باللغة العربية بديك تجاوبيني باللغة العربية الفصحة بتتركي إيديك من تحت وما بتتطلع إلا فيي أوكي أوكي ما هو جمع إمبراطور إمبراطوريات رح أعطيكي فرصة تانية مش جمع إمبراطورية جمع إمبراطور شو؟ يعني ما قولت قولي مثلا الإمبراطوريات آه إنسان مش إنه الإمبراطور مش الإمبراطورية مش البلايس لا لا الآن لاتكتشف الزلمة شو اسمه؟ إمبراطور جمعه جمعه أباطرة برافو غنوة أوكي كببيتيها كيف ما كان صح؟ كببيتيها كيف ما كان بس هي الصح جمع إمبراطور أباطرة واو جمع عندليب 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 يعني العندليب الأسمر يعني الفنان بس الفنان تعرفي إنه هو لقبي صح؟ يعني هو فيه عندليب اللي هو العصفور بس مثل عندليب الأسمر جمع شو؟ يعني جمع عندليب واحد إلا جمع للكلمة يعني أكد إنه فيه جمع لكن مت عندليب إنه أكيد أوكي أنا بقول بديك تكوني أسرع بس شوين عنابلة الربطة بس غلط هي عنادل جمع عندليب عنادل أوكي جمع داء يعني مرض جمع داء جمع داء هون بسأل حالي أنا مع مين سكوت دواوية دواوية أنت معقول هل يعقل أنه فيه إنسان يكتب مثلا أصف لك هذه الدواوية لهذه الدوا هذه الأدوية لهذه الدواوية غلط بعض وعتني بعض شيء أصف لك أدوية أدوية يعني جمع دواء لهذه إيه جمع داء هذه الأدوية لهذا لهؤلاء الدواوية بمجرد لحظة لحظة بمجرد بمجرد بعمتقولي هؤلاء للشيء يعني أنت بالقواعد سفر بروفو هي هذه لهذا أدواء جمع داء أدواء واضح أنك بالقواعد أدواء أسفر أوكي جمع أخطبوط حياتي طب بعلمي هول الأسلة خصن فيك وبيحددوا إذا أنا صديقتك ولا لا شخص القواعد فينا لحظة الفقرة الأولى لو بتحب حقيقي صحيح أدى بتعرفيني على المستوى الشخصي هاي الفقرة أدى أنت ضليعة باللغة لأن أنا بهمني أنه صديقي يكون ضليعة باللغة لا فيني أتناقش أنا وإياه فلسفية أوكي جمع أخطبوط جمع أخطبوط أخطبوط شو عاصمة شو عاصمة تونس تونس شو خاص أخ أخطبوط يعني مثلا إذا قلتلك إذا أرصتك هلأ أو ضربتك شو بتقولي أبو الأخ بس بس تقولي إيه أخ صح وإذا قلتلك أنه أنا بدي ألبس محبس أنا وحبيبتي شو بيكون أنا شو بصير يعني إذا ألبست محبس خاتب صح جمع أيون قولك جمع لا عمش غبي أخ بس قولي أخ ما كيف ينجمع ولك أخ وخاطب شو بيصيره أخ خاطب بس أخاطب أوكي جمع أخاطب جمع أخطبوط ولا هي مش هي مش الموضوع شو الجمع الموضوع إنه أخريت ما يكسي على تشمعي أوكي أخاطب رح رح سبليك يا صح مع أنه أنا قلتليك يا وهو شو رح لعبك نفس اللعبة الجمع جي حضير حالك أوكي آخر سؤال بهيدي الفقرة جمع رغيف أرغف شو بيك تاخدي عشر على السئة سفر على القواعد سوري هي رغفان على فكرة أنا كنت مفكرة أرغفة بس هي رغفان أو أرغف على فكرة بتثبت كمان أرغف ما فيه شي اسمه أرغف يعني يا أرغفة يا رغفان بس ما فيه أرغف أوكي بتاخدي اتنين على خمسة بهيدي الفقرة الفقرات المتبقية هي مين ما ياخدي قل لي من تعاشر غب على قل لي من تعاشر ما بعد فيه غب على سخافي كمان بعرف أو دوم تكترة دوم 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 لا بدي هيدا شو هي اللي قلتلك هلا عنا أول واحدة قلتها قل لي من تعاشر ايه طبعا عم تنقي كل القصص اللي يعني السئلة ما هو ديك البقين مهضومين أوكي قل لي من تعاشر هي فقرة الذكة رح شوف قدى انت ذكية من واحد لخمسة واو شو بتعرف انه مني ولازم تربحني نقط لانه مني عن جد أوكي قل لي من تعاشر هي أسئلة ذكة أول سؤال أول سؤال هو ما هو عدد الجيوب الجيوب الأنفية عند الإنسان كمان بدك تعطيني الجيوب الأنفية هايسا اتنين أربعة أو ثمانية الجيوب الأنفية مفروض يكونوا اتنين أنا عنا عنا جورتين بمنخيرنا هول هن يعني اتنين أوكي لكل الناس اللي مفكرين مثلك بيقول لهم غلط هو عنا ثمان جيوب أنفية أربعة بكل فتحة يعني هايدي الجورتين اللي عندي كياهن كل واحدة جوا فيها أربعة جيوب أنفية فنحن عنا ثمانية السؤال الثاني شو هي أصغر دولة عربية بالمساحة لبنان يا الله رحبكي ولكي غنو هاي أسهل سؤال يا الله أوكي رح نعتبر حلنا ما سألنا تايك تو رح نسأله بعض مرة وتقولوا إليه البحرين يلا شو أصغر دولة عربية بالمساحة البحرين واو غنوة ثقافة عندك ضاربة مرافو غنوة البحرين السؤال التالي أنا فكرت أنا الفاتيكو من بعده لبنان أصغر بلد لا لا أكيد بالعالم أوكي فريق الباسكت من كم لاعب بيتألف مفرود 12 أو 10 ولا أنت بدك مع البانش واللي عم بيلعبه على ببكي لا إذا بدك اللي عم بيلعبه بالملعب اللي بالملعب فريق الباسكت اللي بيلعب بالملعب كم شخص معقول 12 يغنوة طيب هالعجق اللي عملوه 14 أكيد لا أكيد لا ما فكرت فريق الباسكت أهز إنه مع البانش بس الفريق يعني الفريق الباسكت اللي بالملعب فريق الباسكت مع البانش مع أهلهم مع أصحابهم مع الجمهور ما بيطلقوا 12 يعني الفكر الفكر يمكنه ليك الفوتبول ما باعرف طبع الباسكت فيه واحد يجلي هون وهون وواحد هل عم تشوف التقصيب أعتقد أنه خمسة برافو خمس لعيبة شو هو البلد يلي بيسموه بلد المليون شهيد عنا كتير مستمعين من هيدا البلد حكينا عنه كتير بالحلقة الماضية مش كتير مش أكتر بلد حكينا عنه والحلقة الماضية التاني أكتر بلد حكينا عنه بس الجزائر بلد المليون شهيد هديك الجمعة حكينا عن الجزائر أي متى حكينا عن الأردن والسعودية وحكينا كمان أنه الجزائر صعب كتير للهجة تبعهم ولغتهم وحكينا عن دي عنا متابعين من الجزائر تحيي لكل المغرب العرب عيبة عيبة على فكرة تسألني هايك سؤال وجاوبة السعودية وهي تكون الجزائر ونكون عم نحكي عن مليون الشهيد وأنا مني عارف شي منه أنا عفكرة بعرف أنه عاب بس خلي الناس تعرف شو عم بتحاول تعمل عم بتحاول بس أكشفك على حياتك عم بكشفك على وجك الحقيقة بقي عنا فقرة مين ما يخدي فقرة دومتك ترى دوم 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 مين ما يخدي غبى على سخافي كمان مين ما يخدي لا لا غبى على هدامك على سخافي كمان أوكي فقرة غبى على سخافي كمان مؤلفة من عشر أسئلة أنا بما أني بعرف أكيد أنه بالزقك أنت رح تسفري وما رح تعملي منيح عملتلك فقرة غبية فقرة سخيفة أسئلة سخيفة أكيد رح سيبون كلهم مش أصدق سخيفة يعني سهلة أصدق أنه سخيفة يعني أجوبتها سخيفة يعني بكتفكري بأسخف جواب بيطلع معك مش أذكر جواب أوكي السؤال الأول شو هن الشغلتان يلي ما فيك تكليون على الترويئة لحظة سوري الجواب أنه بالنسبة لألي ولا أنه شي معترف فيه لا لا شي معترف فيه بس برجع بقليك الفقرة هي فقرة السخافة فقري بأسخف شي بيخطر عبالك شو هن الشغلتان يلي ما فيك تكليون على الترويئة أو شو بيصير فيي إذا أكلتن لا ما فيك يعني منطقيا عالميا مستحيل حدا فيي يأكل على الترويئة هالشغلتان ريئة شو خاص لا ما شي أكل ايه أكل سوري بس فينا أكل شو ما بدي الصبح لا فيه شغلتان ما فيك تكليون الصبح قلتلك فقرة السخافة فقري بيه سخافة طلعي هورمون السخافة اللي عندك بتعرفي كل الأجوبة شو قلت وليون لحظت شو بيصار عم بتقول عم بتقلي أشي خلص خلص وقتك الشغلتان يلي ما فيك تكليه ونع الترويئة هن الغداء والعشاء لأنه ما فيك تكلي الغداء والعشاء ع الترويئة السؤال التاني برعب ذكرك فاكري بيه سخافة عزيزتي خنوة هاي الفقرين عملت لألك سؤال التاني شو هو يلي بينبل كل ما نشف فإذن شو هو الشي يلي كل ما نشف بينبل هاي سام حبيبة شو هو الشي يلي كل ما نشف بينبل أو بينتلي مي المي قربتت تاني شغلة المي كل ما نشف شو قربت لحظة لحظة المي كل ما نشف بتصير كل ما ماي شو خاص بس تخلصي من المي شو بتستعمله المنشف خلصت بس المنشف كل ما تنشف بتنتلي مي هاي هي صح جوابك صح المنشف لعما أوكي السؤال التالت وين في بحر باله ماي لا كنت موقع أنا يمكن أنا اللي عم بيستفزني بالموضوع أناك عم تسأل الأسئلة بهالأد سؤال شو السؤال تذكير تذكير مرة أخيرة الأسئلة هي فقريت سخافة يعني فاكري جواب سخيف آآ آآ أوكي السحرة عن جد ياليت فيكن تشوفوا شكلي وحيت أمي تعادت تعادت واجعني رافو في الحلقة ولك كيف بالسحرة في بحر في بحر بالسحرة ملا ملا أنه أنا مش تقول أين ما في بحر أين بحر ما فيو ماء إيه يعني في بحر بس ما فيو ماء يعني ما فيك تمسك الماء فيه وين البحر يالي ما فيو ماء البحر الميت تابع الأردن يكله يلعن حياتي على الخريطة غنوة في بحور بس ما فيك تمسكيهم ما فيو الماء في بحر بلا ماي فقرة سخافة غنوة نزعتيا أوكي الفقرة سؤال الرابع إذا وقعت بيضة بالبحر شو بيصر له لحظة شو جوابتني على بالخريطة البحر اللي بالخريطة على الماب في بحر بلا مي ايه او ماي جاد هيسم ليك عن جاد بس سؤال حشرة من وين طالع فيهم في اشي من عندي اشي عن الانترنت هلا مش مهم يلا اوكي اوكي اذا وقعت بيضة بالمي شو بيصر له بتفوش غلط غير بت طيب رح اغير لك رح اغير لك هيدا السؤال لانه بتظبط انه بتفوش ما مش عمبالي بكي بشي لا لحظة لحظة بتظبط انه بتفوش هي انه بتنتلي مي هو هيدا الجواب رح اغير لك السؤال نفسه رح يصير اذا فيه ارنب اطشنال وديناء شو بيطلع لا انت عم بت توسخها اليوم عم فكرة كتير عنا ارنب اطشنال وديناء شو بيطلع ارنب بلا دينان غلط دم بيطلع دم بس تشيل الدينان طبعا الارنب بيطلع دم اوكي السؤال الخامس ما فهمت شو غبية يا الله حتى بفقرة السخافة مش شاطرة اوكي بالاسؤال الخامس ليش يعتبر لا تعرف انه ماني سخيفة ولا زكية غنوة معرفتي الآن طبعا الزكا اوكي سؤال الخامس ليش بيعتبر الخشب من الايتام شو يعني من الايتام هو بيعتبر من الايتام يعني الناس الايتام الخشب نعم تذكير فقرة سخافة اجوبة سخيفة لانه ما بيحكي ليش الايتام ما بيحكوا ما فهمتك ابدا ما فهمتك كيف عم تربط الاشياء ببعض ما بعرف ليش الخشب بيعتبر من الايتام لانه معطوع من شجرة تفقزت الخشب 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 من الايتام لانه معطوع من شجرة يا رب السخافة عن جد هاي الفقرة بعتقد خلقت لألك السؤال السادس شو هو الشي يلي قد الفيل بس ما عنده وزن أبدا وزنه صفر خلط خلط هو حجمه نفس الفيل بالضبط وشكل الفيل بس بلا وزن أبدا سفر وزن خياله برافو غنوة لا فجأتيني فيها لهاي صراح بس بدي إليك شغلة إنه ما فيك بهاللعبة بالزيت تبع سخافة تكون عاملة عشر أسئلة لأخسر عشر نئات من المجموعة وحيات غنوة وهيسم وهولي كي كلهم خمسة بخمسة وحيات غنوة وهيسم أنا هاوحة طوطن عشرة أنا نفكرون سهلين نفكر إنه أشي غبية عادي فينا نعرفها أوكي أوكي يلا ليش بيعتبر القرد هيا حلوة هيا حلوة شو؟ ليش بيعتبر القرد من الحيوانات الكتير سريعة بالرقد ها بيضحك على أسألت I can't wait لأتعرف الجواب ليش أجان شو؟ ليش القرد يعتبر من الحيوانات السريعة بالرقد لأنه بعين أمه غزيل شفتي؟ برافو لقط اللعبة ألف مبروك غنوة برافو بس طولت للاقط معلقش حلوة بس أوكي شو هو أقدم حيوان من الحيوانات؟ أنا بيعتقد لقط اللعبة ورح تصيري تعرفي كل الأجربة لا لا أقدم حيوان ديرني ديرني شوي قديم كتير عتي قديم تليفزيون لبنان مثلاً كيف هو تليفزيون لبنان؟ أبيض وأسود يعني أقدم حيوان بالتاريخ هو؟ الزيبرة برافو الزيبرة أو الحمار الوحشي لأنه بالأبيض والأسود السؤال التاسع إذا كان عندك بيت أزرق على يمينك وبيت أحمر على شمالك وين بيكون البيت الأبيض؟ بأميركا برافو غنوة بتفاجئيني برافو خمسة شي عنده أجرتان بس ما بيمشي شو هو؟ البنطلون البنطلون برافو البنطلون البنطلون أنه منيح أخذت ستة من عشرة بهيدي الفقرة بعد أنه فقرتين فقرت دومتك ترى دوم 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 وفقرت مين ما يخذه؟ أوكي حاسي أنه تبعا دوم دوم تقرك دوم دوم أغاني فبدي أتركها للآخر فراح روح على مين ما يخذه؟ أوكي مين ما يخذه هنه خمس أسئلة عن أزواج يعني عن مين زوج مين مين مرت مين أوكي؟ سهلين سهلين تعرفيهم كله أوكي أوكي مثل ما أنا ما بعرف بيلا لسه شو اسم لا لا ما بطلت حطليك هكي أسئلة لأنه خلاص صرت أعرف قدر تقريبا قديش حجم معرفتك شو اسم مرت له هذه شرارة؟ الموزع هذه شرارة نيكول صقر بعد احتمال صقر صح؟ لا على نفس الوزن على نفس الوزن طبعا نيكول صقر كارول كارول برافو كارول شو اسم زوجة الأول لندين نسيب نجيم أو يعني هي رح عطيكي إنو بدك أنت نقيه أو اسم خطيبة الحالي يعني يا اسم زوجة السيبة يا اسم خطيبة الحالي لندين نسيب نجيم بحب إنو صرت تتطلعي فيه بركي ساعدك بس لا مش بكل شي رح ساعدك ما بعرف زوجة السيبة اسمه هادير أسمر وخطيبة الحالي اسمه ناريك ناريكيا لاحظة ناريك ناريكيا أوكي السؤال الثالث اسم زوجة لمايا دياب عباس ما رح اسألك شو عائلته لأنه حتى أنا ما بعرف شو عائلته بس هو عائلته ناصر عباس ناصر صح برافو شو اسم مرته لويسان برايدي الإعلامي ويسان برايدي ريم السعيدي قديشك قوي برافو آخر سؤال اسم مرته لوالية عهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني يلي تجوز ومش من زمان أوكي برافو بتغني رؤ رؤ على راس الثاني يا بن أشرف العالم يا بن عزلا أه أه القلب المتلها مبيت لاغوك اليوم يا جم يالله لحظة لحظة يا بن أسرف العالم يا بن عزلا ثاني لاحظة خليني ركز بشرفك والله بس خليني تامتمه براس يا بن اشرف العالم راجوة 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 برافو رجوة الآل سيف برافو بتاخدي أربع نقاط الفقرة الأخيلة هي فقرة دوم تكترة دوم 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 برافو هي فقرة فنية بغض النظر في ممثلين وفي فنانين جهزة جملة جنتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية من أي أغنية هالمقطع ولا أي فنانة جنتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية بحس نجوة كرم اوكي شو اسم الغنية كمان كاريزما ما بعرف برافو كاريزما قوي ما بقى تعملي هيك أغاني يا نجوة يا شمس الغنية شو اسم مسلسل؟ شو اسم مسلسل محمود نصر و بامير الكيك و استفاني عطالها الجديد اللي بيبلش بأول شهر الجاية هو مسلسل رح ينحط بدل التمن يعني محل التمن روء روء على راسل سانة هو مقهود عن مسلسل تركي اسمه حرب الورود بس اسمه بالعربي هو بعد بعد ديرني أكتر حلو كتير المسلسل بنصحكم تتبوه على شاهد من حرب الورود اي متا بيبلش بـ 2 جولاي اوكي جولاي تو و اسمه من كلمة وحدة ام شي بينكسر اي 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 روء شي بيهدو بالأعراس شي بكل بيت في منه كريستال كريستال برافو كريستال برافو قنو ام سو برافو اوكي شو اسم الحلو يلي عمل تراند من فترة بسبب أعلمية لبننية شوكولامو شوكولامو بطبيعة الحال مرح اسألك عن رأيك بالموضوع لأنه بعتقد عايب أصلا نعطي رأينا بالموضوع أو نعطي إيمي للموضوع صراحة في حداً للمنا على صفحة أول شيء بمصور كيف ما حكينا بالموضوع أنهنا أكيد من دين بشدة اللي قالته ندال الأحمدية ونحن لأنه من دين ونرفض أكيد لأنه من دين مش شايفينه موضوع للأخذ والعطي مش موضوع لنقول أنه أنت مع أو ضد ما في شيء اسمه مع هيدا عنصرية واضحة ونحن أكيد ضدها بس لأنه حكينا بهذه الحلقة عن ياسمين شو اسمه هيدا اللي حكيت عن اللبنانية ياسمين عازكن لابد أنه نحكي عن ندال الأحمدية بس راح يتصدن منه وحقكن علينا السؤال الرابع اسم الأغنية تبع سيلاوية اللي عملت بلبلة بالفترة الأخيرة ومين المخرج؟ أربيلاي والمخرج اسمه؟ بير خادرة برافو خمسة فناني شارك مع جوزة بآخر كليب لألة يوسف الخال مع نيكول سابا غنيلي واحدة من أغنية بشكل سريع هاي بس مش من ضمن اللعبة لا بس هيك عبيلي اسمعيك هم تغنيلا بحب تغنيلا عايشة سني وبغني عايشة سني وبغني وبحب الحياة قلبي عايش سنين وحيات وبهواء بعمل اللي بحبه وبحسه كمان سانية سانية ممثلي صرحت من فترة أنه لا تؤمن بالجندرية وأنه جاهز شو صارو صارو عشر أسئلة حبيبي عشر ما هيدي أخر سؤال ما هيدي الفقرة عشر ممثلي صرحت من فترة أنه ما بتؤمن بالجندرية وأنه جاهزة تتزوج امرأة من هي؟ باميلا الكيك شو رأيك باللي أقلتو بشكل سريع؟ أنا أنه يعني أتقبل 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 أنا مني بموضع أقول إذا أنا مع أو ضد لكن أتقبل أراء الآخرين أوكي حتى لو أنا مع أو ضد أوكي سؤال السابع سمي خمسة من أبطال مسلسل روبي خلص رح عملكي أسهل ثلاثة أعطيني ثلاثة من أبطال مسلسل روبي روبي سيرين عبد النور أوكي ماكسيم خليل وهيدا المصري اللي دايماً بنسى اسمه أه بس ما هو أنا لأنك دايماً بتنسى اسمه بدي تقولي لي اسمه لا كمان بدك تحسب لي إياها أنا عرفت المسلسل وعرفت اتنين منهم هو أمير كرارة بس أعطيني غير اسم طيب بالمسلسل صح مين بتكون أمه لا سيرين عبد النور بالمسلسل ما بتذكر خلاص أوكي تقلى شامون رح عسيب لك يا صح يال أوكي الثامن بعد وحكي بعد وعكي صحية الممثل جنيت زين الدين فل من مسلسل في الداخل يلي عم يتصور هلأ بتركيا صح وإشه حدا محله مين هل حدا ويسام فارس براف أيوة المتابعة الفنية بعتقد بتربح أوكي تسعة بأي حلقة ميت كرم يلي هو نيكولام عود بمسلسل الثمن رح أعطيك احتمالات ماما كفيت ايه أوكي 71 78 82 78 برافو شان نصيت بس برافو السؤال الأخير مين هي الممثلية اللي نكر جورج خباز علاقته العاطفية معه هلأ من كم يوم طلع خبر إنه جورج خباز على علاقة بممثلة معينة طلع هو ونفى هيد الشائعة وقال إنه لا ما في بين I have no idea كاريس بشار الممثل السوري كاريس بشار أوكي هيك بتكون انتهت فقاراتنا فقاراتنا الستة رح أعمل مجموعة المعلومات بليز رجاء الكل يكون جاهز لتطلع النتيجة على الشاشة خليني أنا بس عب هوا وايل أنت عم بتعد فبال السناء مشاهدين ومستمعين هيسم عم بيقوم بعد الأصوات هل غنوة رح تنجح بأنه تكون صديقة عن حق وحقيقة بالنسبة لهيسم أو هي فقط تدعي الصداقة وتدعي حب لهيسم فقط عم تطلع النتيجة فإذا نعم النتيجة عم تطلع على الهوى مباشرة فإذا دقت قلوب الشعب العربي واصل لليل عندي والنتيجة عم تطلع على الشاشة على أربعين على أربعين نقطة غنوة قدرت أن تحصل على سبعة وعشرين نقطة وبالتالي غنوة رح بتضل رح بتضل غنوة بحياة هيسم وقدرت أن تتخطى هيدا الاختبار ألف مبروك غنوة عن جد وأنا مبعرف شو بتقلليك عن جد يعني شو بتحبي تقولي كلمة أنا بشكرك على هاللعبة بس عندي عتبة عليك قد يكون عندي عتب إنه ما كنت حبي إنه نضطر نلعب هيك ألعاب قدم جماعة أول شيء مصور كرميل تعرف إذا أنا فعلا صديقة لألك أو لا إنما لابد منك إنك لا لا مستمعي أول شيء بمصور بيعرف أنه هي مجرد هيك ها ضامع من أولى بس أنا حاكين عبالي لعبك لعبة فيها شوية معلومات عامة لأنه صرنا فترة معملنا ولأنه كمان بدي أقولك ما عليش خلال نكون واضحين ما بقى بدنا نعمل من أزكى يعني فقيرات أو حلقات من أزكى عملناها كتير وبعتقد واضح من أزكى فعبالي هيك لعبك لوحدك يعني ما يكون في منافسة غير نفسك بس هل ترى أنت رادي للأسبوع المقبل وللcomeback تبعي وللرد تبعي ولشوف إذا أنت فعلا صديق لألي ولا لا جاهز على شرط ترجعي تسمعي هذه الحلقة تشوفي كيف حاطت الأسئلة لأنه كتير منواعين منهم صعبين يعني حتى أسئلة الزكا مش صعبة أوكي سو بدك امشي بنفس فقراتك نفس الفقرات طبعي يعني فنيا تحطي لي أصص فنية لذيذة سخافة فانطرونا الأسبوع اللي جاي لحتى نشوف إذا أنا بلي أني كون صديقة لغنوة وقديش رح جيب من أربعين بحبك كتير غنوة شكرا لوجودك بحياتي هالمرة Thank you so much على الأفرط اللي عملته لهاي الحلقة هيسا منبين إنك شغل عليها وإخذ من وقتك لتحضرها Thank you so much مرسي لوجودك بحياتنا نحنا وجماعة أول شي بمصوار ما فينا نعيش بليك هيدي خلص صارت حقيقة مرة لازم يعني نستوعبها ملتقينا الأسبوع المقبل برد من غنوة قائد بي على هيسم المصري منودعهم منودعهم in three two one يلا خلاص بس Bye ترجمة نانسي قنقر